اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لكم جميعا اخوان فيديو قصير فيديو بعجالة تمنى من الله سبحانه وتعالى انكم اي اخ ولا اي اخت شافت الفيديو هذي شاركوه في كل مواقع التواصل علاش لانه بنات شاركوه في واحد في واحد الخير تعرف على واحد الاخ مغربي التوفى في المانيا والسلطة الالمانية التواصلت مع القنصلية المغربية في مدينة فرانكفورت للتعرف على الاهل او الاصدقاء او يعني الاقارب قصد اعطائه على الاقل واحد التفن او واحد الجنزة على الشريع الاسلامي انه لما كانش تعرف على الاقارب او الاهل سيتم حرقوه وهذا يعني اقل واجب اقل شيء ممكن نقدموه الواحد مسلم واحد عربي واحد مغربي ولد بلادنا اذا الاخوان المعلوماتية لهذا الاخ هذا هو اطلقت القنصلية العامة للمغرب بمدينة فرانكفورت يعني هذا النداء هذا قصد اعطائه للتعرف على الاهل جيل ويعطاءه واحد المراسم جيل التفن وفق الطريقة الاسلامية ارتول بالاخوان هاد الشخص هذا اسميته منديلي عبداللاطف منديلي عبداللاطف هو من موالد مدينة الطن البيضة بحي الفيدة تاريخ جيلز جيلو عشر شهر تسعود الفين وتسعمية الف وتسعمية وسبعين عشر ستنبر الف وتسعمية وسبعين هاد الاخ هذا المرحوم هذا كان قبل ما يمشي يعيش في المانيا كانت يعيش في مدينة كولومب في فرنسا وكذلك احتف مدينة بيلبول اسبانيا لذلك الاخوان اخوان اللي في اسبانيا وفرنسا اللي عارف هاد الاسم منديلي عبداللاطف يحاول التواصل مع القنصلية او يعلم الاهل جيلو او الاقارب جيلو باش يتواصلوا مع القنصلية المغربية في فرانكفورت او مع السلوطات الامنية في فرانكفورت على الاقل باش نعطيه واحد تفن واحد المراسم جيل تشياء جانزة جيل هاد الاخ هذا بدل ما يتم الاحرق جيل جوتمن جيلو ها هو البلغ هادي نشارك معكم والاخوة البلغ لدارة القنصلية العامة للمملكة المغربية في فرانكفورت الموضوع بخصوص وفاة مواطن مغربي بمدينة فرانكفورت بولاية هيسن وبعد يؤسفني ان اخبركم ان هذه القنصلية قد توصلت بمراسلة من السلطات الالمانية تتعلق بوفاة مواطن مغربي مسمى قيد حياته منديلي عبداللاطف من مواليد مدينة الطالبيضة حي الفدى عشرة تسعود الف وتسعمائة وسبعين كيف قلت لكم رافيت سبق ليه كان في مدينة كولومب في فرنسا ومن بعدها مدينة بلبو اسبانية وتنتقل الى فرانكفورت تم اه توفاته المانية الله يجازيكم باخير تتعلق عليه الغير كفاعله حاولوا الاخوة تشاركوا هذا الفيديو هذا في كل مواقع التواصل اللي نكون فيها يعني اه اصدقاء او معارف ربما تعمل فائدة لانه الوقت تغلب الى التأخرات العملية جل تواصل جل اهل جيلو مع اه السلطات الامنية غادي تم احرق الجلو جيلو الاقل لالاخوة بحالة نسألة نتضمنوا فيها ونكونوا يد واحدة ونقلبوا على الاهل واقارب جلال الاخ هذا هذا المرحوم هذا اتمنى لكم اه امسية طيبة وحاولوا الاخوة الله يجازيكم بخير تشاركوا هذا الفيديو على صدا كبير لتعم المعلومة وتعم الفائدة للتعرف على الاهل جيلو